حراك في هذه الفترة ودايما كنت بتذكوري اتنين كنت دايما بتقولي انهم لهم يعني فضل كبير جدا جدا في مسارتك الفنية الفنان الكبير محمود مرسي والفنان الكبير ايضا نور الدمرداش لماذا هذا ولماذا هذا محمود مرسي اولا كتير ما يعرفوش انه قبل ما يبقى ممثل كبير في السينما هو كان اصلا مخرج في الازع ثم في التلفزيون حتى راح درس الازع وتلفزيون كان درس في القيدك في فرنسا درس السينما وبعدين راح الازع في البرنامج التانى وبعدين جهد راح درسي في ايطاليا الاخراج التلفزيوني وابتدى بقى كمخرج تلفزيوني في التلفزيون أنا برضو من حظي الجميل أن أنا كنت من أول مساعدين معا يعني بيقولوا علي أن أنا بعرف أن الموثل عندي بيبقى مختلف بعرف أخرج أفضل ما عنده السبب في ده محمود مرسي محمود مرسي كان يقعد إحنا كنا بفاكرة عملنا تمثيلية صهرة كان سنة 62 يمكن أو 63 تمثيلية صهرة قعدنا نعمل فيها بروفة شهرين يعلم الناس إزاي تتأدي ونخطط على الأرض الميزانسين الحركة والسكريبت بتاعه يبقى فيه تعلمنا الكاتينج وإزاي أن احنا نحدد لكل كاميرا القطاطة اللي بيقضوها واستفدنا برضو من تجاربهم اللي هما استفادوا منها في الخارج من كورسز اللي راحوا درسوها في الخارج سمعلموا الآخرين نور الجمالتاش نور الجمالتاش كان عنده خبرة مسرحية كبيرة جدا يعني هو ما سافرش بارة ولا حاجة لكن كان موثل مسرح كان موثل مسرح يعني هو طبعا كان بيمثل في السينما لكن ما كانش بحجم وأنه هو كمخرج يعني وخصصا مخرج مسرح كان متميز في حكاية سموها الحركة داخل اللقطة الحركة الجماعية داخل اللقطة الواحدة يعني يحرك مجامية كبيرة من الناس داخل كدر واحد واحد استفدت منه الأداء والحوار والتاني استفدت منه الصورة والحركة وتحريك المجامية من كلا الاتنين يعني يا حضريك بتقوميني أنه في هذا المجال فكرة الأستاذ مهمة المعلم مهمة جدا ثم يضيف حاولت برضو أدرس دراسة أكاديمية مش بس الدراسة العملية فالتحقت بمعهد الإعلام اللي أنشئ وقتها سنة 72 كان قبل إنشاء معهد الإعلام معهد الإعلام كان بندرس سنتين وبعدين بنقدم رسالة كان عندنا أساذ عبقرة في المواد اللي بيدرسوها بفاكرة بطلعت تاني على الدفع والأولاني كان أردني وكان حتى يعني عرض علينا أننا نشتغل معايدين في كلية الإعلام بعد افتتاحها يعني الرسالة بتاعتكت في إيه؟ الدراما التلفزيونية ودورها في التطوير الاجتماعي ومن الرسالة دي ابتديت بقى يعني أدل دستوري لي في مشوارك يعني ده توجهك في مجال الفن الدرامي بزبطة ترجمة نانسي قنقر